كما ذكرنا سابقاً اليوم شهدنا أعداداً متزايدة وربما نمكن أن نرى عبر الكاميرا من خلال الكاميرا الآن تلك الحافلة خلفي أقلت أو نزل منها أشخاصاً لاجئين جدد الآن الآن أيضاً حول المزيد من الأطفال أو من الأشخاص الذين وصلوا قبل دقائق صلاح بمعنى أن هناك حركة نزوح أكبر لن يتمكن بطبيعة الحال من هم موجودون في المدن التي سمح بالخروج ممرات إنسانية منها بالوصول إلى هذه الحدود ربما تكون حدود رومانيا أو ملدوفا أقرب لهم ولكن هنا يأتي من يريد القدوم إلى هنا يأتي من خاركف أو من كييف أو حتى من الفيف حيث الزميل بها ولكن هناك محاولات بطبيعة الحال ما شهدناه اليوم على أرض الواقع غير عدا عن وجود المزيد من اللاجئين هناك أشخاص يرتدون الزي العسكري هؤلاء لم يكونوا هنا يوم أم صلاح هؤلاء بطبيعة الحال يساهمون بشكل أكبر في تنظيم الدخول في تنظيم إدخال اللاجئين إلى مركز الاستيعاب إلى مركز اللجوء مركز التجمع الذي هنا ومن ثم يساعدون من عليه الخروج والوصول إلى المراكز الأخرى لأن يتوجه بطبيعة الحال إلى المنازل أو إلى الملاجئ التي خصصت لهم بمعنى أن هناك سعي أكبر أو محاولات لتنظيم أكبر خاصة أن ما جرى خلال الأويام الأولى للحرب صلاح كان صدمة كان هناك بتوقعات بأن يصلوا إلى هنا لاجئين ولكن لم يكن من المتوقع أن تكون بهذه السرعة كانت الاتحاد الأوروبي قد قال أنه من المتوقع أن يصل أربعة ملايين لاجئ إلى دول الاتحاد الأوروبي ولكن خلال أول سبعة أيام كان هناك مليون صلاح بمعنى أن هذا العدد كبير وصادم سواء بالنسبة لبولندا التي تلقت أكثر من 52% أو حوالي 52% من مجمل اللاجئين أو حتى بالنسبة للدول الأخرى مليون وأربعين أمائة وأربعين ألف عفوا في المجار 50 إلى 60 ألف في رمانيا بمعنى أن هناك صدمة من عدد اللاجئين الذين وصلوا خلال الأيام الأولى لذلك ربما نرى هذا التجمع من خلال الفيديوهات التي تصلنا على الحدود قبل المعبر أو قبل النقطة الأوكرانية أو حتى بعد النقطة الأوكرانية الذين يحاولون الوصول إلى هنا ورغم وجود ثمانية معابر صلاح بين أوكرانيا وبولندا إلا أن حالة التكدس حالة استفاف وبقاء السيارات في دمن السرب أو سيل طويل من السيارات مستمر حتى لحظة بحسب ما يقوله لنا زملاء على الطرف الآخر من الحدود ترجمة نانسي قنقر